استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق المولا رئيس شركة أدس القابضة لخدمات الحفر محمد فاروق وهي الشركة الفائزة بأول مزايدة عالمية من نوعها للحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية والتي تحتوي على كميات من الزيت الخام وأكد المولا أن طرح مثل هذه المزايدات يأتي في ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية والتمويل لاستخراج هذه الكميات الموجودة بالآبار